نستعرض وإياكم عنوين من الصحافة التركية وتحديدا الصفحة الأولى نبدأ جولتنا بصحيفة تقذيم نقرأ خبرا عن العاصفة الثلجية القاسية التي تسببت في مقتل 65 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة والملايين يعانون البرد الشديد والقطاع الكهرباء بسبب العواصف الشديدة التي تعتبر عواصف القرن ذكرت الصحيفة إلى أن ذهاب عمدة مدينة نيويورك إيريك آدمس في عطلة إلى جزر بيرجن أثناء عصفة القرن أشعل نقاشات في جميع أنحاء البلاد أما صحيفة ييني بيريك فتناولت خبرا عن نجاح الدفعة الأولى من الليرة التركية الرقمية كجزء من المرحلة الأولى في نطاق مشروع الليرة التركية الرقمية بقيادة البنكي المركزي التركي أشارت الصحيفة إلى أن الاختبارات التجريبية ستستمر في الربع الأول من العام الفين وثلاثة وعشرين وستتم مشاركة نتائجها مع الجمهور في تقرير تقييم شامل ونختم جولتنا الصحفية بحريات وفيها خبر عن وفاة أسطورة كرة القدم النجم البرازيلي بيلي عن عمر 82 عاما مساء الخميس بعد صراع مع سرطان القلون ذكرت الصحيفة أن الحكومة البرازيلية أعلنت الحدادة ثلاثة أيام على وفاة بيلي وبدأت رسائل التعزية تنتشر من جميع أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر